تحية طيبة لكم نهار اليوم كان هناك ارتفاع واضح على درجات الحرارة بحيث في عمان كانت حوالي 30 درجة مئوية وأيضا ظهرت غيوم على ارتفاعات مختلفة والآن تكون الأجواء معتدلة مع حوالي 26 درجة مئوية أيضا هناك تواجد لغيوم متفرقة خلال هذه الليلة ترتفع درجات الحرارة بالمقارنة مع الليالي الماضية والأجواء ما بين لطيفة إلى معتدلة في العديد من المناطق تظهر غيوم على ارتفاعات مختلفة وحركة الرياح تكون شرقية ومعتدلة لنهار الغد تبقى درجات الحرارة أعلى من المعدلات لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 4 إلى 5 درجات مئوية بحيث تكون العظمى 31 درجة مئوية وقد تكون أيضا أجواء غائمة جزئيا في العديد من المناطق واحتمالية لهطول أمطار محلية في المناطق الشرقية من البلاد أم عن الرياح فتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة وتنشط في المناطق الشرقية وتثير الغبار والأتربة هناك والآن مع درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الليلة وخلال نهار الغد كالعادة نبدأ من المناطق الجنوبية من البلاد في خليج العقبة هذه الليلة تسجل 25 درجة وغدا 35 مئوية وفي وادي رم حوالي 33 درجات الحرارة في رأس النقب هي 18 وكذلك الأمر في معان مع تواجد الغيوم على ارتفاعات مختلفة وترتفع غدا إلى 33 و27 درجة مئوية أجواء معتدلة خلال نهار الغد في الشوبك 18 والطفيلة حوالي 19 درجة مئوية وغدا حوالي 29 درجة وفي الرشادية حوالي 25 مئوية نكمل درجات الحرارة في وادي الموجب 24 وفي الكرك حوالي 19 درجة مئوية لترتفع غدا إلى 28 وفي وادي الموجب 32 درجة مئوية في مادبة 16 ومطار المالكة علياء 14 خلال هذه الليلة لترتفع غدا إلى 32 وفي مادبة حوالي 29 درجة مئوية درجات الحرارة في غرب عمان هي 21 كذلك الأمر في شرق عمان لترتفع غدا إلى 31 و32 درجة مئوية 18 هذه الليلة في السويلح والزرقاء 22 درجة غدا ترتفع إلى 33 وفي السلط العظمى هي 29 مئوية درجات الحرارة المتوقعة في عجلون خلال هذه الليلة هي 18 درجة وغدا حوالي 30 درجة مئوية مع تواجد للغيوم في إربد 21 الدنيا والعظمى هي 32 درجة مئوية ورأس منيف حوالي 27 درجة في محافظة جرش خلال هذه الليلة 22 درجة والمفرق 19 لترتفع غدا إلى 32 وفي جرش حوالي 33 درجة مئوية المناطق الشرقية من البلاد في الأزرق هي 20 خلال هذه الليلة لترتفع غدا إلى 35 مئوية والدرجات الحرارة المتوقعة في الصفاوي هي 20 ورويش 19 درجة لترتفع غدا إلى 33 في هاتين المنطقتين وأخيرا في الجفر هي 19 هذه الليلة لترتفع غدا إلى 33 مئوية إذن تذكير بالأجواء خلال نهار الغد ترتفع العظمى لتكون 31 درجة وهي أعلى من المعدلات بحوالي 4 إلى 5 درجات مئوية أجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق مع ظهور لغيوم على ارتفاعات مختلفة واحتمالية لهطول زخات من الأمطار في المناطق الشرقية والرياح تثير الغبار والأتربة أيضا في هذه المناطق ليلا تنخفض إلى 20 درجة مئوية ليومي الأحد والأثنين تتأثر المملكة بحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي تبدأ مساء يوم الأحد وتستمر خلال الأسبوع القادم إن شاء الله وعلى فترات لتحطل الأمطار في العديد من المناطق كما نشاهد اليوم الأحد هي 30 درجة مئوية ليلا تنخفض إلى 18 وليوم الأثنين تنخفض أكثر إلى 24 درجة وليلا أجواء باردة إن شاء الله مع 15 درجة مئوية جمعة مباركة للجميع وإلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر